ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله لمعاينة الواقعة التي استنفرت الساكنة والسلطات معا واضافت ذات المصادر أن الشاب يشتبه في اشتغاله بتجارة الحشيش لدى مروج مخدرات معروف وخطير بدات المدينة مشيرة إلى أنه لحد الساعة لا تعرف أسباب الوفاة وظروفها الغامضة كما فتحت السلطات المختصة تحقيقا في ملبسات وظروف وفاة الهالك فيما انتشلت عنصر الوقاية المدنية الجتة وتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر